السلام عليكم أخوتي أخوتي الأزاز أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش معكم حاتم المرابط بثاف منكم خاصة من الأخوان الجديد الذين نرحب بهم يتسألون لماذا لا يوجد تعليق عن حاتم المرابط واذا لا يتفرجون فيه لا أخوتي يتفرجون ويعلقون ونقرؤون تعليقهم ولكن لا يبينون لكم تهمه لأنه لدي القبة الحديدية الحاتمية التي تتفرجون اليوم تعليق 24 ساعة وسبع يام على سبع يام تعليقهم كاملا موسخة وتبلوكيهم القبة الحديدية الحاتمية بمعدل 80% حتى 85% نزيد على شرطة بوصبع الزرق المشكوري الذي يمسحوا وتبلوكيه أي واحد من الاختبار الأول لأول قبة الحديدية هذا الشيء لا ترى نحن دائما نحن قناة محترمة والناس الذين يجعلون السبان ضد المغاربة في القنوات فهذه الناس يقلبه فقط على التفاعل ونضد فكرة أن قناة مغربية تجعل تعليق في السب والشتم ضد المغاربة لكي تبين الصورة الحقيقية على العالم الذي تعرف بوصبع الذي يريد أن يرى الصورة الحقيقية يمشي الفيديوهات مثلا من القنوات الأجنبية بحل بي بي سي تريندينغ مثلا سوف ترى كمية السب والشتم والناس سيعرفهم ولكن أنا كمغربي لا أتقبل أن أترك السب والشتم في المغربية وفي المغاربة وفي المغرب في القناة ذينا أو اللي يا قناتكم انتم اللي مع العلم لأنه إذا كان تعليق محترم دون تطاول ولو يكون جزائري سوف نجعله اليوم سننقش حضور الوفد المغربي للمشاركة في مسابقة وران وش نوقع الإعلامي للمغاربة في المطار الرأي ديالي الشخصي في هذا الموضوع معروف وعطيته حل من مرة في الحلقات السابقة أنا كنت ضد المشاركة المغربية ولكن شرحت لكم في الفيديو السابق على أن المملكة المغربية ستشارك بالوفد الكامل لعدة اعتبارات وتوقعت القضية قبل أن يخرج الخبر الرسمي أولا لأن الدولة المغربية تتفرق بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية ثانيا المغرب عارف أن عدم المشاركة في الجزائر سيعتبر التبرير الرئيسي من الجزائر لفشل المسابقة وستعلق الفشل دياله كاملا على المغرب والمغرب لا يريد إعطاء الورقة المغرب السياسيا دائما ما يثبت على أن المشكل كان في النظام الجزائري والمشكل الجزائري وليس مغربي المهم كان عدة اعتبارات نحترموها ونحن ضدها لكن تنظن على أنه على الأقل كان المغرب ممكن يستغل هذه القضية القطعة الرحلة الجوية بين البلدين ويجعل السبب الرحلة الجوية الغير مباشرة ويفرض أن تكون رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر إلى أن رأينا البارح أنه لا تكلمش عن هذا الموضوع وبحال إلى ما يزعجوش وفي المغرب أولا تحمل مصارف زائدة لأنه كرة طائرة خاصة أجنبية ذاتوا حتى التونس ومن بعد ذكرى طائرة تونسية ذاتوا من تونس إلى الجزائر بشفل الخرجي واحد رأس مربع ويقول لك خاوة خاوة نزول الوفد المغربي من طائرة تونسية أصلا هو أمر شاد وغير مقبول في نهاية خاوة خاوة تدعم الفيتنافتين دوف المحتلة وتسلح وتدعم إعلامياً وسياسياً ومادياً عصابات البوليزاريو وتحلم النهار ومعطال أن تقسم المغرب وما كان غير السببان في المغربيات الشريفات وفي المغربة وتتروج الأخبار كاذبة على المغرب في القنوات لكم الرسمية وفي الأخر تقول لي خاوة خاوة وهذه الطعوات كان بعض الأنباء التي أمتأكد منها صراحة تقول لأنه من صفق بخاوة خاوة كالأغلبية لهم من المغاربة القاطنين بالجزائر أنا شخصياً لم أعد لهمهم المغربي متواجد في الجزائر عادي أن يكون ديبولوماسي ودكي وأن يدير بعض المجاملة رعاً الجزائريين يكونوا في المغرب يدير المجاملة أكثر من المجاملة أنا لم أقابل من الجزائر يقول لي خاوة خاوة والنظامين يدابزين بناتهم وفي نفس الجملاء تقول لهم ويقول لهم نحن شاب الجزائر والخاوة خاوة خاوة أنا كمغربي لا أقبل أولا أن يصنف النظام الملاكي في نفس المرتبات النظام القرقوري العسكري لا يمكن المقارنة بين النظامين ثانيا من يريد تقسيم بلدي منذ عقود على الجزائر وماذا المغرب يريد تقسيمكم مثلا أو يسبكم أو يشتمكم مقولة خاوة خاوة العبلاوية على اختراع مخابراتي جزائري وكي نأكد لكم هذا الأمر رجعوا لأخبار الحاركة للجزائر ستلقوم واحد الوقت فإن كان الحارك قوي وكانوا يخرجوا المظاهرات زرعوا اليوم هذا المصطلح بين الشعب الجزائري والجيش الجزائري وبدأوا يروجوا الخاوة خاوة بين الشعب الجزائري والجيش الجزائري فإذا كان ينطلع على الجرارة فهو لا ينطلع على المغاربة الأدكية خاوة خاوة كتقول اليوم حيث أنت بغي تنجح المسابقة المتوسطية فهران يعني كتخدم المصلحة ديالي خاوة خاوة كتقول اليوم حيث أنت بغي تتنظم القمة العربية هذه الساعة ما كان غير طاوة طاوة والوفد المغربي يزز منكم تصفقوا عليه وتستقبلوا أحسن استقبال حيث المغاربة أينما ذهبوا يستقبلون استقبال الأبطال وحيثما محبوبين في العالم يعني الجرارة والمدلولين سيروا عالجوا رأسكم تروجوا على طرد المغاربة من الجزائر وانهار جاء لكم الوفد المغربي رجعتوا لمكانكم الحقيقية وبدأتوا تصفقوا عليه ذلك ما يقولون؟ العين عم رمكة على الحاجب هذا ما يريد أن نروجه لأخوتي المغاربة ولم نمشوا بالعاطفة لدينا اتقال كاملة في المغرب وفي السياسة ونحن لدينا كل المعطايا ولكن ما فهمت المغرب يضع الجزائر دائما في التحدي ويضع دائما تحت الضغط لكي ترتاكب الأخطاء وكل ما شاركنا الجزائر لا ترتاكب حتى خطأ بل ستلسق كل شيء في المغرب وستحمله المسؤولية الكاملة على الفشل الدريع للمسابقة وكي تتقيقوني أول الأخطاء ارتكبت البارح عيب على الجزائر أن تكون منظمة مسابقة ويجعل الجار المغرب لأسباب سياسية يمشي حتى التونس ويجعل طائرة خاصة هذه نقطة سوداء في التنظيم للمسابقة تحسب ضد الجزائر ونقطة بيضاء تحسب للمملكة المغربية على أنها دولة عاقلة ومتقدمة ولا تخلط الأمور الخطأ الثاني الفادح هو أنه في المطار كان الوفد الرياضي وكان معهم تسعود الإعلاميين يمثلون تسعود المنابر الإعلامية مغربية سلطات مطار وهران منعتهم من الدخول وسمحات بدخول رياضي فقط هذا حتى هو يعتبر خطأ قاتل من طرف الأغبياء من المنظمين من بين هذه الإعلاميين وصيب إعلامي مغربي في واحدة الوعية الصحية تطلبت تدخل طبيب في المطار ورغم هذا ما لا يسمحوا لإدخل التعافة والدواء داخل الجزائر وهناك أصحاب طاوة طاوة السلطات في المطار الجزائري قاتل لبيعة المغربية الإعلامية أن تنتظر رد من السلطات العليا ولم يمكن أن يسمحوا بإدخال الإعلامي المغربة منهم الرجل تخصم ضروري الموافقة للسلطات العليا هذا بالعكس تنظيم المسابقة في الجزائر تبدو أن الجزائر دولة رجعية ودولة غابية ودولة ديكتاتورية عسكرية وأن العقدة الوحيدة التي عندهم في الجزائر هي المغرب ومغرب فقط كيف تكون ذلك الوفد المغربي الرياضي خوا خوا وخليك يدخل والإعلاميين اللي تم مغاربة ليست خوا خوا وهذا مغاربة درجة الأولى والإعلاميين مغاربة درجة تانية خفتم الإعلاميين اللي يفضحوكم ويتضحو التنظيم لكم الفاشل لأننا نحن المغاربة نحن الذين نعرفون لكم ونحن الذين نعيقون بكم أصلاً قاعدة البريكولاج التي قمت بتطوير طوارات مثلاً والجرادة وأي حاجة كانت في القرية الرياضية فهران فها غير محطوطة وغير بريكولاج حتى أن بعض الجزائريين يدروا فيديوات وكتشفوا أن الطوب محطوط بلا سيمة والربيع مثلاً أو الغازو محطوط فوق الضص كل ما سيقول اليوم البلوفينجر كما العادة أنت دائماً كتكتب ونقول اليوم واحد زائد واحد يساوي اثنان يقولوا يا حاتيم كتكتب الخبر نشرة في القناة الأولى المغربية الرسمية وفي قناوات مغربية أخرى رعا ما يمكن القناة الأولى المغربية الرسمية تبلع لكم ولا تكذب عليكم غيرها نحن لا نكذبوش في الإعلام الرسمي بحالكم أو حتى الإعلام الخاص كون ما المبعوث ديالهم أكد لهم الخبر منع الدخول لبيعة الإعلامية المغربية في المطار للاحد السعر ومازال حسطين ومقدروا يدخله ما كانت القناة الأولى الرسمية تنشر هذا الخبر حسب الأنباء القنصرية المغربية حاولت تدخل باستعاول لبيعة الإعلامية المغربية ولكن حتى واحد في الجزائر ما يردع لهم أو يتواصل معهم ذلك شيء لاش أخوتي العزازة نولت مقتنع أن مشاركة المغاربة هي خطوة ذاكية من المغرب بشيخلي الجزائر تحت الضغط ويخليها ترتاكب جملة من الأخطاء أي حد الساعة في ظرف واجز جداً ارتكبات خطائين فاذيحين وهذا شيء غير مع البدية وشوفوا ما حال من خطأ ما هو السمعة المسابقة حتى قبل ما تبدأ ومنسوش أيضاً أن أبطال مغاربة يتسنوا بحالة المسابقات حتى ينجحوا ويحقوا الحلم لهم وإن شاء الله يتعزف الناشيد المغربي بمثال المرات وإن شاء الله المغاربة يربحوا بمثال الميداليات وأي خطأ في عزف الناشيد مثلاً أو في خريطات المغرب التي ستشره فهذا الشيء هو الذي يريد أن نشاهده هو هذا الإستابل الذي حدنا عالمياً والذي ضحقني البارح عن قنوات الصرف الصحي الجزائري بحال الشروق والنهار وغيرها ترويج لك الخاوة خاوة نصل قنوات التي تقوم بروباقاندا ضد المغرب كل ساعة وكل دقيقة والتي تسبر الملك العزيز وتسبر المغاربة وتتمنى لنا المجاعة وتفرح لموت الجنود المغاربة وتتخدم لهم نهار من أجل تقسيم بلادنا جاي يقول لك تتكلم على استقبال الوفد المغربي وعلى خاوة خاوة راقنا لكم بالززم أن تستقبلوا هم المدلورين وتصفقوا عليهم لأن المغاربة هم مولوك إفريقيا وهم أسياد إفريقيا وستستقبلهم جيداًا ونيفكم في الأرض أخوتي العزيز دائماً ما تخلوهم شي يطلعوا عليكم نحن الأساتذاء ونحن اللي نطلعوا عليهم وقت ما بغينا وفيما بغينا وكيف ما بغينا أما بالنسبة للبوصب على المضب على المكلخ اللي تفكيروا جدنيفوا وتقول لنا رحجتكم نغير يا المغاربة الله يود مين نبغيتين نغير؟ نغير من بلاد طوابير؟ أم نغير من بلاد تتاكلوا في الحم الحمير؟ أم نغير وقالها من بلاد الطبالة والمزامير؟ واشنسيت يا بلوفينجر أن الألعاب الإفريقية لسنة 2019 وقيمت في مدينة الريباط المغربية وقدروا فيها أكثر من 27 رياضة اسمعت يا بلوفينجر ودخل شوف كيف كان تنظيم في الريباط محكم والمستوى عالمي هذه غير مسابقة صغيرة أما كل عشرات دي المسابقة العالمية التي تقام في المدن المغربية ومع العلم لأن المسابقة دي 2019 الإفريقية هذه التنظيمة دخلت الريباط لتعود غنيا الاستيوائية التي رفضت تنظيمها واللوصاكة التي انسحبت ومالابو التي انسحبت ولم يجدوا شيء من غير أن يستنجدوا بالريباط ويعطيها هذه المسابقة يعني نظمناها في المغرب أحسن تنظيم ونحن لم نكن مجدل لها بحالكم من سنوات ونجحات هذه المسابقة نجاح بعير وكان مستوى عالمي وشاركت في أكثر من 42 دولة إفريقية نحن نرد عليكم يا الجرارة حيث أنتم منذ عقود تدخلوا في شؤوننا وتحفروا لنا وتصبونا الجرارة واللهبي نحن المغربة لا نذكرون جزائر ونبقوا نتفرجوا فيه ويسيبنا ويسيبنا ويسيدخل في شؤوننا ونحن لديهم نفس التفكير وتقريبا هذا المرض نفسي يرى فيهم كاملين حتى زيتوت بحالهم يطلب من توانسا والمغربة أن يدخلون في الشئ الجزائري وفي الحركة وهو في كل حلقة يدخل يسيب الرئيس للتونس ويتدخل في شؤون التونسية وتتكلم عن المغرب وتتكلم عن الإمارات وتتكلم عن مصر ولكن لا يريد أن يتكلم عن الجزائر يعني تجراره باقي تحت مفعول المخدر البوخ الروبي الذي نقنعهم أنهم أسياد العالم وما في الحقيقة حتالة العالم وما يسوى حتى بصلة وحتى هذه البصلة التي قارنتكم بيارة بزاف عليكم تذكرون بزيان أخوتي المغربة أننا لا نجعل الأعداء أي مدخل ولو يكون صغير وغالبا أن يكون بالعاطفة ودائما أي شيء يجب أن نخرج منها مستفيدين وأنا شخصيا نرى أن مشاركة المغرب في فهران بدنا نستفيد منها من البارح وما زال نستفيد منها يجب أن يكون صغير بعض المغربة التي لديهم ذاكرة السمك الأحمر يتوقع معنا قليلا ونحن ناضي كنادي المغربين سنقولون لي دائما ناضي كنادي والجراروي سنقولون لي ناضي ما كانت كنادي يلا دولة مكاشستين زياروا رأسكم رأيكم تحت المراقبة وتحت الضغط شكرا على المتابعة لكم كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم